انت راضي؟ راضي طبعا عن النتيجة وراضي عن الأداء في شوط الأول شوط أول أوروبي شوط تاني محلي بمنتهى البساطة الشديدة شوط أول كابتن حسام كسف الناس كلها في الشوط الأولاني بطريقة لقابة جديدة الناس كلها عادة مستنائي كابتن حسام التسريبات من مبارح كابتن حسام يلعب 3 يلعب 3-4-3-5 سنة وليه الرزق وليه المخاطرة وليه التأليف في الأول ودي تسريب كس عالم ده في كل واحد كان مجهز كل واحد مجهز وربعة خمس جمل كده هيقولهم بعض المباراة طبعا وكله كان عاد مستنين ولكن شوط أول الكابتن حسام حسن عمل شكل لمنتخب مصر مفاجئ للجميع مفاجئ لبوركينة فاسو مدارب بوركينة فاسو مفاجئ للجماهير المصري مفاجئ حتى للعيب المنتخب الوطني لأنه أول مرة هم يلعبوا بالتوليفة دي مع بعض كان الرزق الكبير موجود فعدم وجود باكليفت شوط التاني بمجرد ما الراجل بتاع بوركينة فاسو بدأ يقرأ الشكل بتاع منتخب مصر عرف انه هو يقفل الملعب كله على الكابتن حسام حسن وشوفنا شوط تاني كان بعيد قوي قوي كل البعد عن الشوط الأولاني واللي كان بيعيب أكتر حاجة بالنسبة لي كان شوط تاني لمنتخب مصر في الوقت اللي مفاجئ تمسك فيه كرة منتخب مصر بيتراجع ويلعب الكرة من التلت الأخير بتاع منتخب مصر يرجع الكرة تاني لحد رامي ربيع والحد محمد عبد المنعم تهدئة الموتش كان في الآخر كان غريب جدا بالنسبة لي